وإحنا بنتكلم عن التعاون بين مصر وأمريكا لجنة الاعدمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي نشرت على موقعها النهاردة نص مشروع القانون اللي قدموا ثلاثة من نواب الجمهوريين منهم السيناتور المعروف لينزي جراهم لحجب جزء من المساعدات المقدمة لمصر مشروع القانون اللي قررته اللجنة يوم الخميس اللي فات بينص على حجب 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية و75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية للعام 2018-2019 بحسب مساودة مشروع القانون في ست شروط لفك الحجب عن المساعدات العسكرية هذه الشروط الستة هي اتخاذ الحكومة المصرية خطوات فعالة لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان تنفيذ إصلاحات تحمي حرية التعبير الإفراج عن السجناء السياسيين محاسبة الضباط المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان بحسب تعبير المساودة والتحقيق في عمليات الاختفاء القصري والقتل بما في ذلك قضية جوليو ريجيني بحسب المساودة وسماح للمسؤولين الأمريكيين بمراقبة أوجه انفاق المساعدات المساودة طبعا أيضا وضعت شرط واحد لفك الحجب عن هذه المساعدات الاقتصادية وهو الشرط ده هو إسقاط الحكومة المصرية الأحكام الصادرة عن محكمة جنيات القاهرة في قضية التمويل الأجنبي عام 2012 رغم هذه الشروط اللي احنا قلناها لحضراتكم دلوقتي مشروع القانون بيمنح وزير الخارجية الأمريكي الحق في عدم الإقرار بالتزام مصر بتنفيذ الشروط يعني لو نفذت مصر كل هذه الشروط لا المشروع نفسه ومشروع القانون بيمنح وزير الخارجية الحق في عدم الإقرار بالتزام مصر بالتنفيذ طبعا ضروري أن نفهم هذا السياق وضروري أن نتوقف عند هذه التطورات وهذه الشروط المتضمنة في مشروع قانون أمريكي